قيادة مصر مع أشقائها الأفارقة للقارة السمراء في المحافل الدولية والنجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن وليدا اليوم بل هي رحلة طويلة امتدت منذ توليه المسئولية عام 2014 وبذلت مصر فيها جهدا كبيرا للتخلط من ميراث الجفاء الطويل رحلة الصعود الكبيرة التي بدأها الرئيس السيسي كانت البداية في مسيرة العودة للحضن الإفريقي وإعادة مصر إلى أحياء التعاون مع القارة السمراء بجهود دقوبة ومتواصلة نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة مصر إلى قلب محيطها الأفريقي بعد عقود من الجفاء لتستأنف حضورها الواسع ونشاطها الكبير والذي تكلل بالفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019 منذ تلك اللحظة حرصت مصر على تأكيد جملة من الثوابت والالتزامات تجاه محيطها الأفريقي في مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي كما عملت على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا وخلال أشهر معدودة حققت مصر عدة إنجازات أبرزها تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة ملف تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاعات واستضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية وشاركت مصر في القمة الاستثنائية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في شهر مايو من عام 2019 واستضافت كذلك فعاليات منتدى أفريقيا 2019 ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وبجهود مصرية حصلت مبادرة إسكات البنادق على الاهتمام السياسي والدولي الأكبر والأوسع وحازت على تأييد مجلس الأمن بالإجماع ومساندة كل الدول الأفريقية كما تم اعتماد خارطة طريق القاهرة لتعزيز عمليات حفظ السلام كنوات لموقف أفريقي موحد تحركات واكبها خطاب سياسي جديد بينما يتوصل تأكيد الرئيس السيسي في كل المحافل والمناسبات التاريخية على قوة علاقات مصر بالقارة السمراء كما لم يترك الرئيس السيسي محفلا دوليا إلا وشارك فيه ممثلا للقارة الأفريقية إبان فترة رئاسته للاتحاد والتي شهدت توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدور المصري في أفريقيا امتد ليشمل كافة الجوانب خاصة الإنسانية بداية من إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي لمليون أفريقية مرورا باختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الأفريقية وصولا لإعلان أسوان عصمة للشباب الأفريقي وعقد ملتقى لهم في مارس من عام 2019 هكذا عادت مصر إلى أحضان القارة السمراء بريادة معهودة وأجندة عمل تنتظر المزيد من الجهود والتكاتف ترجمة نانسي قنقر